أتحول بكم إلى هذه الصور المباشرة من الخرطوم في ظل استمرار الهدنة التي أعلن عنها في وقت سابق إذن الخرطوم وبعض المدن التي شهدت اشتباكات في هذا اليوم بالطبع الهادي عشر من تطورات الاشتباكات في الملف السوداني ويعني الاقتتال الشديد في العاصمة الخرطوم وبعض المناطق ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ها هو قبل قليل كان لدينا الصحفي محمد الطيب من الخرطوم قال أن الساعة المنصرمة شهدت هدوءا لم يشبه إطلاق النار أو حتى المناوشات بالبنادق الخفيفة المتوسطة أو حتى الثقيلة إذن هذه صور العاصمة الخرطوم التي شهدت اقتتالا دمويا خلال الأحد عشر يوما الفائتة ذهب فيها ضحايا مدنيون أكثر أو قرابة الثلاثمائة ضحية من المدنيين وآلاف الجرحى ولا يعرف عدد العسكريين الذين يعني ذهبوا ضحايا في هذا الاقتتال طبعا العاصمة الخرطوم تمر بحالة إنسانية صعبة جدا لا يوجد مياه نظيفة لا يوجد مياه تصل إلى البيوت الكهرباء منقطعة كثير من المستشفيات توقفت عن العمل المرضى في المستشفيات وأصحاب الأمراض المزمنة لا يزالون يعني يعانون ضحايا كثر ذهبوا في هذه الأثناء نشاهد هذا السوق الشعبي يستمر في بيع بعض المنتجات طبعا وهذا ربما من آثار استمرار أو سريان هذه الهدنة في هذه الأثناء كما نشاهد السودانيون خرجوا من الخرطوم بالآلاف والبعض قال أيضا بمئات الآلاف نحو الأقاليم المختلفة سعيا للأمن والأمان الذي فقد خلال الأيام الماضية كما شاهدنا في الصور صور مؤلمة كثيرة كانت تأتي من العاصمة الخرطوم من ثلاثة العاصمة بكل اتجاهاتها ومناطقها استمرار للحياة كما نشاهد في هذه الصور استمرار لسريان الهدنة الذي يقول البعض بأنها قد تكون الأخيرة هي هدنة لاثنين وسبعين ساعة بمبادرة ووساطة أمريكية مدعومة من وساطات إقليمية وأوروبية أيضا ودولية يعول عليها الكثيرون كانت قد سمعت بعض الاشتباكات والمناوشات من طرفي الأزمة لكن خلال الساعة الماضية كان الهدوء يعمل العاصمة الخرطوم بالطبع مع وجود طرفي الصراع سواء قوات الدعم السريع أو الجيش في التأهب وفي مواقعهما التي استطاعا أن يصلان إليها خلال الاقتتال في أحد عشر يوما الماضية وهو اقتتال خطير أودى بحياة الكثير من السودانيين السودان ليست السودان التي عرفناها خلال العوام الماضية شبح الاقتتال وشبح أذهب ما ذلك كان يخيم على رجائها إذن سريان لهذه الهدنة التي يعول عليها الكثيرون واستمرار للحياة كما نشاهد في هذه الصور في أحد الأسواق الشعبية ترجمة نانسي قنقر